لانه زي ما بقول لكم فيه اخبار كتير النهاردة ينفعش النهاردة ان اتجاهلها فيه ولد كده من عيال تميم اللي بيكره مصر بيكره قوات مسلحة اخوان جي هو ارهابي يعني اسمه عبدالله العزبة يا ويلك وسواد ليلك يا عبدالله تاني يا ويلك وسواد ليلك يا عبدالله العزبة عبدالله ده واحد من القطيع بتاع الجاسوس محمد مرسل عياط ومستشار تميم حاكم دولة الارهاب ده مستشار وده اقرب واحد لتميم تاني تميم ده ما بيروحش مكان الا وعبدالله يقول له يمين شمال شمال يمين وده كده يعني هو عبدالله مع تميم طبعا عبدالله يعلم انا طبعا عبدالله انت عارف احنا قناة محترمة مش هنزيع اللي عندنا تاني مش هنزيع يا عبدالله اللي عندنا هو معانا وانتو عندكو في ناس بيزعوه حطينو على المواقع والحاجات دي احنا مش هنزيع طبعا احتراما للمشاهدين مش ليك انتو ما تستحقوا لا تستحقوا الاحترام ولكن يا عبدالله اللي انت عملته بينطبق عليه المثل حاميها حرميها عبدالله عمل ليه مكالمات مكالمات مع ناس من اولاد عم تميم حد من اولاد عم تميم الا الحك ما يعني وبيكشف المستور عبدالله الارهابي الاخوانجي القطري بيكشف المستور على اللي بيحصل في القطر والديوان واللي بيحصل في قصر تميم فعبدالله الحامي الحمة فضح المستور داخل العيلة فالحنا السطار بيسطر فاحنا مبنفضحش حد وده مش دورنا ودي مش رسالتنا ولكن بلقولك انت عارف يا عبدالله تحت ايدينا الموضوع فممكن نوارد بس احنا مش هنعملها احتراما لجمهورنا ولازير قناة المحترمة انت لا تستحق لانك احد ازناب النظام القطري الخاين انت واحد من الارهابيين القتلى اللي كل يوم بتتكلم على جيشنا بتتكلم على رئيسنا بتتكلم على الدولة وعلى الشعب المصري ولكن ان احنا محترمين يا عبدالله تعلم حقيقة اللي انت قلته وهذا البوق الاسود البوق الاسود للتنظيم الارهابي هذا بوق تميم ففضح القصر يعني تميم مأمنه ده هو ده كان رئيس تحرير جورنال من الجرائد بتاعة الحكومة بتاعة تميم يعني فرقاه وخلاه مصشار بتاعه مصشار الخاص ليه واحد الازرع الاعلامية الارهابية لعزم بشارة فتخيل حضرتك لما تلاقي عزم بشارة هتلاقي ايه العبدالله العزب يعني ممكن يقول ايه فعبدالله العزب تحدث عن العائلة القطرية المالكة هو يقول احنا ما نقولش احنا ما نقولش قال ايه ولا هنقول الحكاية دي اهان العائلة الحاكمة اهان والدة واهان الشيخة موزة بصراحة يعني وعيب يا عبدالله تهين الشيخة موزة عيب وعيب تهين كمان تميم عيب انا اللي بقولك عيب والله يعني يعني زي ان بقولوا اخوانا في الشام كده عب الشوم يعني عيب عليك يا عبدالله اللي انت قلته ده يعني لا يليق ابدا ان الناس بيصرفوا عليك وبيدوك فلوس عشان تشتم في مصر وبيدوك فلوس عشان تهيئ تتكلم عننا بيديوك فلوس ومرتبك كله عشان فقط مرتبك ان انت فقط بوق ليهم وتتكلم بلسانهم فبتطلع تتكلم عننا فاحنا النهاردة زي ما بقولك كده وببلغك الرسالة يعني الرسالة بتاعت ليك احترم نفسك اللي انت عملته ده يستحق قطع الرقاب يعني عندنا هنا في مصر قطع الرقاب عندك في قطر هيعمله معاك ايه قطع الرقاب ولا هيتعامله معاك ازاي عرفت النهاردة قبل ما اطلع هوا انه حاول الهروب من قطر عبدالله العزب حاول الهروب بعض ما الفضيحة اتنشرت وبعد ما كانت بين اتنين بقت ولا اربعة ولا خمسة بقت على مرأة ومسمع من الجميع فقرر انه عايز قال ايه رايحة سافر مش عارق لا نفسه مش قادر قال له ايه ما تسافرش فمنع عبدالله العزب من الصفر منع من الصفر لانه الفضيحة كبيرة وبقت النهاردة بتلف العالم وعبدالله عارف عمل ايه وقال ايه هل حانت لحظة الحساب لعبدالله العزب هل حانت لحظة التخلص من عبدالله العزب هل حانت لحظة عبدالله اصلا عبدالله ايه ده بالضبط ورقة تولدت ورقة كده تتريمي خلاص هو استخدامه تم استخدام عبدالله على مدى السنوات الماضية تم استخدامه من تميم ومن عزم بشارة استخدم فورقة تولدت يعملوا بايه هو عبدالله كده ورقة تلقى في الزبالة فعبدالله يلقى الان في الزبالة عبدالله العزب وجزيرة سلوة شرق سلوة انا بقول له ازاي تسمحه العبدالله ده كان واخدينه معاكو في القاصر وازاي تمام بتديله الفلوس دي كلها المرتبات دي كلها عشان يطلع في الآخر يتكلم عن السيدة الفاضلة والدة حضرتك يعني تديله يتكلم عن والدة حضرتك هل وازاي تسمح لانه عزم خاين زيه زيه ما ده واحد من ابواقه خاين الاسرائيلي عزم بشارة اسرائيلي معاه جواز سفر اسرائيلي يعني ده كان عضو في الكنيسة الاسرائيلي يعني ده هو رجل اسرائيل في المنطقة اسرائيل اللي معايناه عندكو اسرائيل اللي يعني عزم يعملش حاجة من غير توجهات من الموسات عزم ما زال يعطوه معاه جواز السفر السرائيلي بتحرك به عزم يطلع لي معاه جواز السفر ايه تاني غير الاسرائيلي يحمل جواز السفر الاسرائيلي عزم بشارة واسمه عبدالله العزبة زي ما بقول لحضراتكم احد اكتر الناس اللي بيكره هو قواتنا المسلحة والرئيس والشعب المصري فعبدالله العزبة زي ما بقول لكم كده اللي عمله شيء فوق الخيال شيء اللي معقول اللي عمله وعبدالله العزبة يعلم تماما وعبدالله اني محتفظ بيها معايا معايا يا عبدالله ما تقلقش وقت الحساب حان يا عبدالله وحسابك جاي عبدالله عشان تعرف تعرف يا عبدالله انه الحساب جاي جاي قادم قادم زي بقول لكم قضية مسيرة تهز عرش تميم فضيحة عبدالله العزبة تهز عرش تميم يعني سيبك بقى تميم بيعمل يو بيروح فين وبيتفسح ورايا في النهاردة في امريكا اللاتينية وبتفسح لا يا تميم ده هندك عبدالله عامل عمايل عامل عمايل يا تميم وانت سيب عبدالله وزي بقول لكم حانت لحظة الحساب عبدالله العزبة يهز عرش الحمدين وتميم كمان لان اللي عمله عبدالله تاني لا يصدقه عقلا احد القطيع لا يصدقه عقلا ما فعله في القصر القصر التاني لا يصدقه عقلا مع افراد التاني لا يصدقه عقلا حانت لحظة الحساب لعبدالله العزبة وقريبا سنسمع الاخبار التي تأتي من الدوحة او غير الدوحة حد يخلص او يعمل او يقول وهنشوف ايه اللي هيتم في عبدالله العزبة خلال الفترة القادمة مما قاله او عما قاله وحساب عبدالله حان قريبا قريبا يا عبدالله وقت كنت بتخدم مين بتخدم مين ازاي تقول عليهم كده ازاي تقول كده عليهم انا مش مصدق يعني العشه الملح يا عبدالله بتخوني العشه الملح يا عبدالله ازاي ازاي ده مفيش يعني اسرار البيوت اسرار القصر تراح حاجة غريبة يعني انا متدائم الموضوع ده متدائم انه ده يحصل وفين جزيرة الشرقạc卡 سالوه اين ايه اشتركوا في القناة